في مسعى جديد للحيلولة دون الانزلاق نحو حرب واسعة اتخذت الجزائر خطوة نحو حل الأزمة في النيجر بطرح مبادرة قد تلقى قبولا من المجلس الانتقالي في نيامي المبادرة الجديدة تم الكشف عنها في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف جاء في مقدمة بنودها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية كما تضمنت اقتراح فترة انتقالية لمدة ستة أشهر تقودها شخصية مدنية تواثقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري ولم تغفل المبادرة بند الضمانات حيث تم التأكيد على تقديم الضمانات الكافية لجميع الأطراف لضمان الخيار السياسي كما تعتزم الجزائر تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في منطقة الساحل لحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام وجدد وزير الخارجية الجزائري تمسك الرئيس عبد الميجيد تبون برفض أي تدخل عسكري في النيجر قائلا إن معظم الدول التي تم التشاور معها حول سبل الأزمة تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة مبادرة الجزائر وكما جاء على لسان وزير خارجيتها تهدف إلى صياغة ترتيبات سياسية تحظى بموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة وتأتي مبادرة الجزائر لتكمل الجهود الإقليمية والمساعي الدولية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للوضع الراهن في النيجر على أمل حدوث فراجة تجنب المنطقة تداعيات خطيرة لا تحمد عقباها